ونبقى في الولايات المتحدة الامريكية حيث تحطمت طائرة صغيرة في ريف ولاية جورجيا الامريكية ما أصفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم خمسة ركاب أربعة منهم من عائلة واحدة كانوا مسافرين لحضور جنازة في ولاية أنديانا وقالت دارة الطيران الفيدرالية أن طائرة من طراز بايبر بي اي واحد وثلاثين كانت في طريقها من ويلستون بولاية فلوريدا إلى نيو كاسل بولاية أنديانا وارتفعت منها نيران وسقطت في أحد الحقول في الريف وسارعت فرق الطوارئ إلى مكان الحادث وتمكنت من إطفاء الحريق الذي نشب بالحقل وأخلت الضحايا في أحد مستشفيات الولاية